ماذا يخبئ حزب الله؟ هل يخبئ صواريخ قد تصل أبعد مما تعرف إسرائيل؟ ضرب مطار بنغوريون ووزارة الأمن بدقة متناهية؟ مقاتلين مدربين جيداً وربما يتسللون عبر الأنفاق؟ أم أن الطائرات الإسرائيلية أيضاً قد تواجه صعوبة؟ وبناء عليه فإن الحرب المقبلة مع حزب الله ستكون مختلفة كلياً بحسب تقرير نشره موقع والله الإسرائيلي حيث يدركون جيداً في الجيش الإسرائيلي أن المعركة المقبلة مع حزب الله ستكون أصعب بكثير وأن حزب الله طور قدراته على نحو كبير في المجالات كافة في المجال البري فإن عناصر حزب الله مدربون جيداً يتمتعون بخبرة قتالية عالية وبدرجة كبيرة من ضبط النفس فضلاً عن امتلاك الحزب تكنولوجيا متقدمة جداً لجمع المعلومات في المجال الجوي لدى حزب الله صواريخ مضادة للطائرات منها صواريخ ستينجر الأمريكية الصنع وصواريخ كتف من طراز استريلا وصواريخ إيجلا التي يمكنها أن تمثل تهديداً فعلياً ضد المروحيات الإسرائيلية فضلاً عن امتلاكه أكثر من 150 طائرة من دون طير التقرير لم يغفل قدرات حزب الله البحرية فإضافة إلى امتلاكه صواريخ ساح البر من نوع سي ثمانمائة واثنين هناك خشية من امتلاكه صواريخ ياخونت المتطورة كما يقدر ضابط في سلاح البحر استخدام حزب الله أنفاقاً مائية عبر إرساله غواصين وفيما خص القدرة الصاروخية لحزب الله فهي تبلغ بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي 700 صاروخ بعيد المدى 5500 صاروخ متوسط المدى و100 ألف صاروخ قصير المدى مع إمكانية امتلاكه صواريخ فاتح 110 أما يوم القتال الواحد مع حزب الله وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي فيبدو على النحو الآتي اطلاق ألف صاروخ قصير المدى يومياً اطلاق خمسين صاروخاً يومياً يصل مداها إلى 250 كيلومتراً اطلاق عشرة صواريخ يومياً قادرة على الوصول حتى ديمونة إضافة إلى هذا كله توقف التقرير عند خصائص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي نجح بحسب ضابط كبير في شعبة الاستخبارات العسكرية في تحويل الحزب إلى إحدى أقوى المنظمات في العالم كيف لا وهو الخبير ليس في الشؤون الإسلامية والنظريات الأمنية فحسب بل في مجالات عديدة أيضاً أهمها خبرته بهواجس المجتمع الإسرائيلي ومكوناته وشخصيات قادته التي ستنزل على تلعبيب وغير تلعبيب